لا تتوقف الانتهاكات الحكومية ضد العراقيين إهمالاً واعتقالاً وتعذيباً وإخفاءاً قصرية المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في تقرير جديد له أكد أن ميليشيات الحشد غيبت عشرات الناشطين الذين اعتقلوا في أوقات سابقة بسبب مشاركتهم في تظاهرات ثورة تشرين في بغداد وغيرها وأودعتهم في أماكن احتجاز مجهولة المركز الحقوقي في تقريره أوضح أن القوات الحكومية والميليشيات اعتقلت مئات المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأول من العام الماضي مشيراً إلى أن العشرات من هؤلاء لا يزال مصيرهم مجهولة في ظل تكتم السلطات على أماكن احتجازهم ورفضها الكشف عن طبيعة الظروف التي يقاسونها في تلك الأماكن وينقل تقرير المركز عن أحد الناشطين أن قوة من استخبارات الحشد وصلت في السابع عشر من شهر آذار الجاري إلى سجن سري بمقر منشأة القعقاع في منطقة اللطيفية جنوبي بغداد حيث نقل المعتقلون من المتظاهرين واقتيدوا إلى منطقة مجهولة ما ذكره المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في تقريره يؤكده تقرير آخر لمنظمة العفو الدولية يشير إلى تعمد القوات الحكومية قتل عشرات المتظاهرين أو إصابتهم بتشوهات شديدة حيث استعان تقرير العفو الدولية بمشاهد بثتها قناة الرافدين لقيام القوات الحكومية بإطلاق قنابل مخصصة للاستخدام العسكري مباشرة على الحشود في شوارع بغداد ما يؤكد تعمد تلك القوات قتل المتظاهرين وليس تفريقهم هي إذن جريمة مركبة ترتكبها حكومة المنطقة الخضراء وميليشياتها جريمة لا تبدأ بالاعتقال العشوائي أو التعذيب ولا تنتهي بالإخفاء القصري للناشطين العراقيين الذين يطالبون فقط بوطن كريم يموتون من أجله ويستحقون العيش فيه ترجمة نانسي قنقر